ملبنة حليب بلادي ببؤس عادة ولاية لمسيلة من بين المشاريع الاستثمارية التي استفادت من رخصة استغلال استثنائية بعد سنوات من توقف الانتاج ها هي اليوم تعود لمزاولة نشاطها بعد تدليل العقابات والعراق للإدارية توقف على الانتاج لعدة سنوات بسبب بعض العراق التي واجهتها وبفضل الحمد لله فضل سيد رئيس الجمهورية فضل تعليماته الرامية إلى رفع وتذليل العقابات أمام المؤسسات المنتجة المتوقفة على الانتاج تم بفضل الله عز وجل أولاً وفضل سيد رئيس الجمهورية منحنا رخصة الاستغلال للعودة الانتاج توظف الملبنة حوالي 35 عاملاً بمختلف ورشاتها هذه حلينا الحمد لله ورامة 80 ثانين قدموا قدام وحنا عدنا مشكلة في الملبنة هذه والمشكلة في الملبنة هذه لم يعدناش الأرض تسمى رنا كاريين بارك مثل النوم الوالي تدخل في العملية هذه بشعطوا لنا رخصة تعرض مؤسسة رفع أصحابها التحدي بالرغم من عدم امتلاكهم لعقار صناعي الملبنة حالياً تفتقد إلى عقار صناعي نحن رأينا كاريين حالياً والملبنة حالياً توظف أكثر من 30 عامل موظف مباشر ورمباشر هدفنا إن شاء الله نوصل إلى 150 عامل من رغم من عقابات الاستئجار وأمام طموح توسعة النشاط سهمت هذه الملبنة في تخفيف الضغط عن الضحية الجنوبية للولاية في توزيع مادة الحليب ترجمة نانسي قنقر